طيب دلوقتي مشاهدين معدنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع هالة فضلية هالة شكرا عبدالصمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولف شولتز تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات حيث أعرب الجانبان عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق من أقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وتشارك فيها الشركات الألمانية وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تترق كذلك إلا استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة دون وقوع إصابات يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الأنباء الفرنسية أن القوات الإسرائيلية بدأت لانسحاب من مخيم للاجئين في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة بعد نحو يومين على عملية عسكرية في المنطقة أوقات 12 شهيدا فلسطينيا قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي لنظيره الفرنسي إيمانوال مقهان إن روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة على حد وصفه في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو وأضاف زيلانسكي أنه نبه مقهان خلال محادثة هاتفية إلا أن القوات الروسية تعد لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا مشيرا إلى أنه اتفق على إلقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلت وكالات أنباء روسية عن الأدميرل أوليغ غورينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ستبدأ في سوريا اليوم وتستمر لستة أيام وأضاف غورينوف أنه من المقرر في إطار التدريب التطرق إلى مسائل العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية قال مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروس لاف لايتشاك خلال زيارة لبريشتينا عاصمة قوسفو إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن قوسفو ما لم تخفف الحكومة التوترة مع ذوي الأصول السربية وأضاف لايتشاك أن رغبة الاتحاد الأوروبي هي عدم وجود عقوبات مشيرا إلى أن الغرض من المناقشات مع قوسفو هو الوصول إلى المرحلة التي يتوقف فيها الصراع في شمال البلاد نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضوابط أكثر تشددا فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة قبل العيد وقال بايدن إنه في الأيام القليلة الماضية عانت الولايات المتحدة مجددا من موجة عمليات إطلاق النار في أنحاء البلاد مضيفا أنه ينبغي القيام بمزيد من الخطوات للتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق المجتمع الأمريكي مشيدا بإجراءات لضبط الأسلحة أقرت في ولاية إلينوي عقب الهجوم في هايلاند بارك تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بفوزه على نظيره الغني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما لستات تنجى بالمملكة المغربية ليواجه نظيره المغربي في نهائي البطولة وبتأهله إلى النهائي يكون المنتخب الأولمبي قد تأهل أيضا وبشكل مباشر إلى أولمبياد فريس عام 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى الأولمبياد فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره من القارة الأسيوية للتنافس على التأهل إلى الأولمبياد كما تأهل الزمالك إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف على السادة القاهرة في الدور الربع نهائي من المسابقة سوداسية الزمالك حملت توقيع كل من سيف الدين الجزيري بواقع ثلاثة أهداف وأحمد مصطفى زيزو بواقع هدفين ومحمود عبد الرزق شكبالا بينما أحرز فادي فريد هدف المقاولون العرب الوحيد انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل